من يداوي العراق فاجعة تلو الأخرى تضرب بلادا من بين الأغنى في المنطقة وإن بحث عن السبب ترى العجب العجاب حين تحاصر وتخنق وتحرق النيران المرضى في مشهد أقل ما يقال عنه إنه صادم في مستشفيه الخطيب في بغداد والحسين التعليمي في ذيقار وتلتهم بعد نحو عامين بالتمام والكمال فرحة عروسين في فاجعة تركت ندوبا قاسية في نفوس العراقيين جميعا وتقول مدرية الدفاع المدني في العراق إنها سجلت بين عامي 2021 و2023 أكثر من مائة ألف حريق وثمانمائة قتيل في حصيلة هي الأقصى والقاسم المشترك فيها غياب إجراءات الأمن والسلامة للحرائق والفساد بمنح رخص البناء هذا الجحيم الذي يلقى فيه العراقيون ليواجه مصيرهم يحمل نواب في البرلمان الحكومة المسؤولية المباشرة عنه في ظل التهون المتلاحق وإعطاء الضوء الأخضر للمكاتب الاقتصادية التابعة للأحزاب والميليشيات بإقامة مشاريع ليس أقل من وصفها بأنها حجرات للقتل بالحرق وما يزيد الطين بالله بأن المكلفين بمكافحة الحرائق في العراق عليهم أن يفعلوا ذلك بموارد محدودة إذا أعلن الدفاع المدني أكثر من مرة نقص فوهات الأطفاء وأسطول سيارات إخماد الحرائق الذي عفى عليه الزمان ومع عدم محاسبة المقصرين والمسؤولين عن الحرائق التي تضرب العراق إذ لطالما كانت نتائج التحقيقات تعود لأسباب مجهولة أو لتماس كهربائي يجمع العراقيون أن ما يجري نتيجة طبيعية لفشل وأخفاق المنظمة السياسية والتي تركت حياة العراقيين مهددة بسبب مصالحها التي تتسبب بكوارث لا تنتهي ترجمة نانسي قنقر